نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أيضا استنباط من قول سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فقالوا إن الله قد جمع في الآية بين طلقتين في طلقة لأن الطلاق يقع ثلاث مرات فالله قال الطلاق مرتان إذن هناك طلقة مجموعة إلى طلقة فكما جمع الطلقة إلى طلقة فلا مانع أن يجمع طلقتين أو تجمع طلقتين إلى الطلقة الأخرى هذا كله استنباط من الآيات وأجيب عن ذلك بأن الطلاق مرتان معناه مرة بعد مرة والكلام عن الطلاق الرجعي وجمهور مفسرين على ذلك طلاق مرتان أي الطلاق الرجعي يكون طلقتين فقط يعني مرة ويطلق وله أن يراجع ومرة يطلق وله أن يراجع أما الطلقة السلسة فليس له أن يراجع إلا بعد أن تنكه زوجا غيره فقالوا إن الآية هنا طلاق مرتان على الطلاق الرجعي وجمهور مفسرين على ذلك وقالوا لو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أسكار الصلاة سبح ثلاثا وسلسين فهل تقول سبحان الله ثلاثا وسلسين مرة يعني لا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتكتفع على أن تقول سبحان الله سلسين مرة أو مثلا في قول سبحانه وتعالى في المتلاعنين فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فهل هو يقسم يعني يقسم هنا بالله يقول أقسم بالله أربع مرات ولا يقسم مرة بعد مرة بعد مرة فأكذا هن الطلاق مرتان يعني لا يجمعان إلى بعضهما وإنما مرة بعد مرة